اللهم صلي وسلم وبارك على افضل مرسلين وحشتوني جدا يا اصدقائي وميات لراء العصولة النهاردة عندنا فيديو جديد من وصفات سلايم بدون غرب بدون سامغ بدون مسخ وبونكونات موجودة في كل بيت تعال نشوفوا الفيديو نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي وصفة النهاردة جمدة جدا وسهلة جدا وانا عملتها قبل كده في القناة بس من كتر جمالها قلت لازم اعملها لكو تاني آآ جبنا اول الحاجة ازازة فاضية صغيرة فيها معلقتين كبار من المية ازازة فاضية لازم تكون من البلاستيك تمام وفيها معلقتين من المية بعد كده عندي كيس شامبو صغير وانا بستسهل بصراحة كيس آآ بس انتو لو ما عندكم اي نوع من انواع الشامبو آآ ممكن تاخدوا منه معلقة معلقة تمام الكيس الصغير ده بمقدار معلقة من اي نوع من انواع الشامبو المتوفرة عندكم في البيت تمام طبعا وصفات الراسلايم اللي بنعملها بمكونات موجودة في كل بيت دي انا بعملها عشان اسهل عليكم عشان يعني تعملوا الوصفات بكل سهولة في البيت ما تشتروش حاجة من بره فشوفوا ايه المتاحة عندكم يعني لو نوع شامبو تاني عندكم ممكن تستخدموه بكل سهولة في البيت عندي ايه تاني عندي معجون اسنان هل انا لازم استخدم ده لا عادي برضو لازم مش لازم ده ممكن تستخدموه اي نوع لكن انا بستخدم المتاح عندي اللي هو ده المتاح عندي هاخد منه اقل من ربع معلقة معجون اسنان تمام عندكم سجنل عندكم اي نوع اي نوع من معجون اسنان عادي استخدموه تمام بعد كده هنقفل الازازة بلغطة كويس جدا ونرجها نفضل نرج فيها كتير جدا لحد ما تديني رغوة كبيرة جدا 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 طبعا بقى انا حطت لكم قلوب كده عشان اقول لكم بجد بحبكو جدا جدا وشكرا جدا اتعلاقاتكم جميلة وشكرا لايكاتكم شكرا الشير وبجد بفرح جدا جدا ان اصدقاء يوميات لارة العصولة بتكبر وبفرح جدا بكل اتعلاقاتكم وكل اللي بيعملي شير بيوصلني وكل اللي بيعمل لايك كمان انا بعرف مين كل اللي بيعمل لي لايك بجد بحبكو اوي 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 وانتو فعلا اصدقاء يوميات لارة العصولة وجزء من عيلتنا وشكرا جدا انا اهم حاجة دلوقتي في وصفة الاسلايم دي عايزكم تعملوها بالتفصيل عشان تطلع معاكم وصفة نكحة وعايز اقول لكم الوصفات اللي بنعملها بمكونات طبعية موجودة في كل بيت لازم نحتفظ بيها في علبة مقفولة بعد اللعبة بيها ونعنها في التلاجة عشان تعيش معايا اطول فترة ممكنة تمام؟ نعنها في كيس مقفول او في علبة مقفولة ونحطها في التلاجة بس كده هتعيش معايا مدة طويلة جدا عندي اي تاني عندي الدقيق الدقيق ده اللي هو اسمه طحين ابيض او فرينا تمام؟ هنحط منه معلقتين كبار من الدقيق في بولا انا طبعا سبت الازازة دلوقتي يعني انا رجيت الازازة لحد ما تحول كل السائل اللي جواه لفوم ورغوة بعد كده هجيب بولا لوحدها وحط فيها معلقتين دقيق او طحين ابيض او فرينا اهم حاجة هو المكون اللي احنا بنعمل به المغبوزات او الدقيق او السوري او الكيك تمام؟ هنضيف دلوقتي ملون انا ضفت ملون باللون الاحمر عندي الوان طبيعية اللي هي الوان بتاعت الطعام باللون الاحمر لو انتوا عندكم اي ملون زهرت غسيل الوان بودرت اي شادو عندكم اللي هي الوان بابريكا الحامرة اللي هي بتاعت البهارات عندكم لون كوركم اصفر لون زعفران برحيتكوا اختاروا الالوان اللي عندكم والمتاح عندكم ألوان في المسدر ألوان مية أي ألوان متاحة عندكم استخدموها أهم حاجة إحنا هنقلب الألوان كويس مع الدقيق قبل بنفتح الإزازة ونصب الرغوة اللي جواها أو المكونات اللي جواها طبعاً نحن بنفتح الإزازة دلوقتي ونحاول نفضي كل المكونات اللي داخل الإزازة وهنبتدي مع إن أنا بصب مكونات اللي داخل الإزازة لازم أقلب كويس جداً جداً لازم اقلب كويس جدا جدا زي ما انتو شايفين كده لازم امزج كويس جدا لحد ما كل المكونات دي تمتزج معي كويس جدا وتلمي معي في المعلقة اهو بقلب بقلب لحد ما كل المكونات هتمتزج معي حلو الحمد لله بصو لمت معايا ودتني ملمس دلوقتي الحمد لله ان هي الحمد لله هتنجح اللي عنده يا جماعة ووصفة من وصفات سلايم ياريت يضيفها لي تحت في التعليقات يكتب لي تعليق حلو كده زي الجميلة اللي هتكتب لي تعليق تكتب لي تعليق حلو وتكتب لي اسمها وتكتب لي كمان الوصفة بتاعتها اللي عايزة تجربها معايا فانا بعمل فيديو ومش فيديو واحد بعمل اكتر من فيديو من وصفات سلايم من وصفات المشتركين وبنزل كل تعليقات المشتركين عندي بالقناة بكل تعليقاتهم الجميلة باسميهم بنزلها في فيديو وصفات المشتركين بشكرة خاص ليهم بجد وفعلا انا بجربها وكتير جدا من وصفات المشتركين بتنجح وبتبقى رائعة وجميلة جدا فياريت اللي لسه عنده وصفة ياريت يكتبها تحت في التعليقات عشان ينضم لعائلة لارا العصولة المهم دلوقتي انا ايه بضيف الدقيق ازاي بضيف مثلا يعني بعد ما عجنته ولم معي بقوم ايه حس افضل اعجن بايدي اول ما حس ان هو لسه بيلزق بضيف معلقة الدقيق تانية وافضل الم وعجن بايدي حسيته ان هو لسه بيلزق هقوم ضيف معلقة صغيرة تانية وعجن بس اهم حاجة ما عجنش اي عجن اعجن كويس 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 لحد ما تلم معي وما ينفعش اضيف دقيق كتير لو ضفت دقيق كتير يبوز مني وينشف لكن هعمل ايه اضيف معلقة صغيرة وعجن معلقة صغيرة وعجن حسيته لم معي وما لزقش مني يبقى الوصفة كده نكحت الحمد لله هروح اخسي الايدي بقى واسيبه يرتاح دي اقتن ونشوف الملمس الرائع احلى سلايم بجد جميل جدا 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 رائع الوصفة دي انا بحبها مش اول مرة عملها على القناة عشان انا بجد بحبها وفي ناس كتير بتقول لي احنا عايزين وصفات موجودة في البيت تكون نكحة وسهلة بجد الوصفة دي جميلة جدا 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 وبصوا رحتها جبارة رحتها روعة رحتها ريحة معجون الاسنين فكانت فظيعة بصوا بتمط مط عاملة ازاي واللون رائع على فكرة مش ضروري تحطوا الوان لو عندكوش الوان عادي جدا بس اللون بيدي بس بهجة كده والسعادة حلوة قوية سلام لو عندكو جليتر بقى يبقى روعة بجد حلوة قوية جربوا الوصفة دي وقلولي ايه رأيكم تحت في التعليقات ويا رب تكون الوصفة دي عجبتكم وهستنى تعليقاتكم وشكرا جدا نيكو بجد وصفة جمد جدا بس عايز افكركم بحاجة بعد ما تلعبوا بيها يا ريت تحتفصوا بيها في علبة مقفولة وتعينوها في التلجة عشان تعيش معكم اطول فترة ممكنة باي باي